تزاوج الكبر حتى نهاية شهر 4 يعني فاضل اكتر من شهر على موسم التزاوج والحقيقة دي اول مرة ان انا شوفها بعيني واول مرة تحصل عندي ان الكبر تتزاوج في شهر اثنين يعني انا بقالي ما يقارب من 18 سنة برب الكبر عندي وكل سنة بتتزاوج عندي في الاسر والمعاد بتاعت التزاوج حتى في الاسر بيكون نفس المعاد بتاع البرية وهو من 23 حتى نهاية شهر 4 يعني الحقيقة دي اول مرة اشوف تزاوج للكبر يحصل في شهر اثنين او قبل الموسم بتاع التزاوج الاساسي بشهر وزيادة ولكن حبيت بقى ان انا بالمناسبة دي وبما اننا قدام حالة من الحالات الندرة حبيت ان انا اوضح كام معلومة مهمة جدا تخص الموضوع ده ويعني في ناس كتير ممكن ان هما ما يعرفوش المعلومات دي رقم واحدة جماعة جميع اناث الثعابين لما تتزاوج ما بيتمش تخصيب البيض مباشرة بل ان هي وقت التزاوج ما بتكونش اصلا بدأت فيه صنع عنقود البيض فبالتالي الثعابين بتبدأ الاول في جمع الحيوانات المنوية والثعابين بتستطيع الانثة ان يتتزاوج مع اكثر من ذكر فبالتالي ممكن تتزاوج مع ذكر اثنين تلاتة ممكن يصل الى خمث ذكور وبتجمع الحيوانات المنوية من الخمث ذكور وبتقدر ان يتحتفظ بهم في مكان مخصص داخل جسدها وبعد كده لما بيجي الوقت المناسب ان هي تبدأ ان هي تحمل بالبيض فبتبدأ بصنع عنقود البيض وبعد كده بتبدأ ان هي تخصب البيض في الوقت المناسب فممكن ان هي تتزاوج زي ما حضرتكم شايفين كده في شهر اثنين ولكن التخصيب ما يتمش غير في شهر اربعة او في شهر خمسة على حسب ما تلاقي ان الجو والبيئة مناسبة لان هي بتبقى سبحان الله دي غريزة ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيها ان هي بتقدر تعرف الجو الخارجي او بتحس بالجو الخارجي هل هو هيكون مناسب للبيض لان البيض بيحتاج لدرجة حرارة معينة او درجة رطوبة معينة او بيئة معينة فبالتالي لما بتشعر ان الجو مناسب وان هي دخلت في الربيع بتبدأ ان هي تخصب البيض طيب نيجي نقطة التخصيب نقطة التخصيب ده جماعة يعني الانثى ممكن ان هي تحتفظ بحيوانات منوية من خمس ذكور مختلفين بل ان هي تستطيع ان هي تخصب البيض بتاعها من الخمس ذكور المختلفين يعني ممكن ان هي البيض بتاعها تخصبه من ذكر من ذكرين من ثلاثة لحد الخمسة يبقى الانثى شالت البيض يبقى كل الصغار خارجين من البيض من نفس الام ولكن ليسوا من نفس الاب بل ان هي تستطيع ان هي تحتفظ بالحيوانات المنوية لمدة تتخطى الخمس سنوات ودي حالة حصلت في امريكا لحية مجلجلة كان تم صيدها من البرية عند احد المربين وقعدت عنده خمس سنوات بدون ذكر نهائيا ولكن اتفاجئ في يوم من الايام بعد مرور خمس سنوات ان الانثى وضعت بيض مخصب وبعد كده تم تحضين البيض والبيض خرج منه صغار وبصحة جيدة فالموضوع كان مفاجأة ليهم وكان الموضوع غريب جدا فلما درسوا الموضوع بشكل كويس جدا ورجعوا للمعلومات اكتشفوا ان الثعابين تستطيع انثى الثعبان ان هي تحتفظ بالحيوانات المنوية لمدة قد تتخطى الخمس سنوات فبالتالي عملية التزاوج دي رغم ان هي في شهر اتنين الا ان تخصيب البيض ممكن ما يتمش غير في شهر اربعة او في شهر خمسة فاحنا دلوقتي هنسيبهم لان هم ابتدوا يحسوا بي وابتدوا يقلقوا فهنسيبهم عشان يكملوا عملية التزاوج ففي الختام اتمنى ان اكون افتح حضراتكم واتمنى دعوتكم معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته